في بداية حزيران الحالي طبق اتفاق إيقاف كل المنصات غير الشرعية التي تسمح بألعاب الميسر أونلاين خارج إطار كازينو لبنان وبات أرابيا وشمل قرار الإيقاف المواقع الأربعة الكبرى حتى أن الشركة الأم المشغلة في أرمينيا التزمت الاتفاق وطبقته إلا أن ما يحصل من قبل بعض المشغلين وبحسب مصادر كازينو لبنان لا يضر بالمصالح المالية للدولة اللبنانية فقط إنما يضر بالأمن القومي للبنان وفي التفاصيل هناك عدد من الأشخاص الذين يشغلون منصات لألعاب الميسر أونلاين ولكن تلك المواقع الإلكترونية مرتبطة بشركات إسرائيلية مئة بالمئة ولا المفارقة الخطورة على الأمن القومي ودات المعلومات عن اللبنانيين الأمن العام اللبناني حذر من تلك التطبيقات ومنها شركة إيزوكي الذي أسسها ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي عام 2012 بالرغم من أن الشركة مسجلة في مالطا ولاتفيا وقبرص كما أن شركة ديجيتين التي تقدم المحتوى الرياضي محظورة أيضا من قبل الأمن العام اللبناني لتعاملها مع إسرائيل ووجود مكاتب تابع لها في تل أبيب والمستغرب بحسب مصادر كازينو لبنان تلقي تهديدات من أصحاب المنصات اللبنانيين وقد حصلت الامتي في على نسخة منها وبحسب المعلومات تقدم الكازينو بدعوة ضد كل من علي حسين حيدر حسين المقداد ومحمد المقداد وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا بالشرم ألعاب القمار غير الشرعية التهرب الضريبي طبيض الأموال تأليف جمعية أشرار التهديد الجنائي مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل ومخالفة القانون وفي الختام يبقى السؤال الأبرز كيف يتم تحويل الأموال من وإلى لبنان إلى تلك الشركات في إسرائيل وكيف يسمح لها بالتواصل مع أشخاص لبنانيين علما أن مكاتب تلك المنصات غير الشرعية كانت في الضاحية الجنوبية ما يعني أن بيانات الأشخاص متاحة لإسرائيل فهل هناك غطاء أمني وسياسي في القضية؟ فالمحصلة ما ذكرناه في هذا التقرير بمثابة إخبار برسم القضاء